أحسن الله إليكم أبو محمد سأل عن الجلوس بعد صلاة العصر في المسجد في يوم الجمعة إلى وقت الغروب والمداومة على ذلك لأجل تحري ساعة الإجابة هل يعتبر من السنن أم بدعة؟ هذا من المسارع للخيرات لأن يوم الجمعة فيه ساعة إجابة كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم وأقرب الأقوال في تحديدها أنها آخر ساعة بعد العصر قبل غروب الشمس فكون المسلم يبقى في المسجد بعد صلاة عصر الجمعة إلى غروب الشمس يتحرى هذه الساعة فهذا عمل صالح وهذا من المسارع للخيرات وهم يقولون عن كثير من السلف أنهم كانوا يفعلون ذلك يتحرون في المسجد عصر الجمعة يتحرون هذه الساعة فنقول الأخ الكريم استمر على ما أنت عليه فأنت على خير وهذا عمل طيب وعمل صالح والمسلم إذا تحرى كل جمعة هذه الساعة وكل جمعة جلسوا في المسجد يتحرى هذه الساعة لعل الله تعالى أن يوفقه فيها وأن يستجيب الله تعالى له دعواته أحسن الله إليكم سأل أيضا عن جلسة الاستراحة في الصلاة هل يداون عليها آآ